يعني كابتن محسن الحقيقة الكلام اللي حالك بتقوله ده يعني أنا بسمعه من حوالي سنتين زي ما حالك بتقوله لكن هل بالفعل كان هناك ترتيب لكل هذه الأمور؟ هل بالفعل كان هناك ترتيب أن احنا نشوف 18-19 لاعب من الناشئين؟ وزي ما حضرتك قلت بعد كده حيتم ربط الأكاديميات بمدرسة النادي الأهلي وبلاعبين أو ناشئين النادي الأهلي هل ده كان كله مدروس ومرتب لي؟ يعني هو مش مدروس بس يعني هو بدأ ينتج يعني أنا أعتقد أنه الانتاج بدأ يظهر يعني باتري عما كنا نتوقع نعم كان المفروض أنك أنت تبدأ يعني تحصد التخطيق بتاعك بعد أربع سنين خمس سنين لكن أنك أنت تحصد بعد سنتين من عملية التغيير اللي حصلت في المفاهيم يعني أهم حاجة عملناها وفق التخرير برضو الكابتن فتحي أنه كان القطاع كان نادر لما بيطلع حاجة في الفريق الأول مزبوط حصل في عملية انكماش في التصدير للفريق الأول مزبوط بحثنا إيه الأسباب واجبنا أنه فيه وفرة كبيرة جدا في عدد الفرق واللعبين والإنتاج قليل فقررنا وكابتن خالد يذكر أن نعمل عملية دمج ما بين الفرق نلغي مراحل سنية معينة وندمج هذه المراحل مع بعضها وبالتالي العدد بدأت بيبقى عندك مئة لعب تحت إسرافك في فرقتين لا كفاية قوي بقى فيه 25-30 لعب التركيز عليهم يبقى عالي وبالتالي يعني الإنتاج يبقى أجود وأحسن من ما هو متوقع خالد كان له دور كبير جدا في عملية ضبط الإقاع بمعنى أنه كان فيه تصرف بعض الأحيان لبعض العناصر ما كانش فيه نظام توقيع إقود كانت نخالد مواقع لجميع اللاعبين بالعاقف البطاعة ما فيش لعب يقدر ينتقل إلا بوجود استغناء رسمي من النادي ليه وفقها تعاقدات محترمة يعني دعيبة بتحصل على مقابل جيد جدا مقابل الانتماء والتدريب واللعب للنادي الأهلي كانت فيه نقطة أساسية تانية اشتغلنا عليها اللي هو انتقاء المدربين لأنه مش ممكن تعمل فرق وعندك العنصر المهم جدا التدريب يكون بالسواع يعني أقل مما هو مطلوب بالنسبة للنادي الأهلي نعم كانت مثالة انتقى مجموعة من المدربين عرضها علينا وفقنا عليها وتحت اشراف بستان مايكل برده كمدير فني فيه برامج تدريبية بشتغل عليها عملنا عملية اختبارات ومقاييس وكشف طبي وسجلات ومعلومات عملنا عملية محاضرات بالنسبة للعديد تحت اشراف الجهاز الفني كابتن خالد وكابتن مايكل فيه خبراء في علم النفس فيه خبراء في علم التغزير فيه خبراء في اللياقة البدنية فيه خبراء في القانون كل دي محاضرات اتعملت بأننا سنتين شغالين فيها وبالتالي المنظومة بتسيط بشكل جيد لكن عملية الدفع بعناصر للصريح الأول هي أنا أقولك بصراحة ما كانتش متوقعة في التوقيت ده لأنه لسه الولاد دول لسه قدامهم شوية عشان يعني ينضغوا 100% ويبدو يدوا للنادي الأهل المستوى المطلوب ولكن وجد نظر مستر بيتسو في المرحلة الرهينة بالنسبة للبطولة بتاعت الربطة قال أنا عايز أسفع اللعابين ناشئين في هذه البطولة على أساس أن يكتسبوا خبرات وفي نفس الوقت التقييم عشان نعرف مين حيستمر معانا مستقبلا ومين اللي ممكن نحن يعني نعمل عملية عارة عملية بيع عملية اتخال لأنه العملية ليس فقط إذا كنت يا إسلام بتنتج يعني لابد أن يكون فيه وجهة نظر يعني في عملية الاحتراف لابد أن يكون عندك تسويق طبعا 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 طيب اللي عند خالد دلوقتي دول حوالي 30 لعيد نا معقولة كلهم هايخشوا الفريق الأول طبعا كمسة ستة سبعة طيب الزودة طب البي هالنغم البي فيه تسويق طيب تسويق طبعا تسويق تشيك نا تشيك يشتغل هنا نا عندنا لعبين هتلاعوا أعارة للأنبياء عندنا لعبين هيتكون فيه عملية بيع لأنبياء داخل مصر وفي ذلك هتخدم نفسها بنفسها هتعمل لك ربح هتدي لك عناصر عندها خبرات نا تتريب بشكل جيد وبالتالي هتفضل نحن بنزير بشكل جيد لكن هالزروف خدمتنا تلوية